في الفقرة الصحية لليوم ضيفنا الدكتور سالم أبو الغنم وهو استشاري طب وجراحة العيون ورح نتحدث اليوم عن ضغط العين صباح الخير دكتور صباح النور أهلا وسهلا كيف حالك صباح الخير صباح خير على السادة المشاهدين وعلى الجميع بسمعونا أهلا وسهلا دكتور شرفتنا دكتور لو سمحت إذا في إمكانية تحكيني ما هو ضغط العين ضغط العين هو عبارة عن ضغط السائل الموجود داخل العين العين يوجد فيها سائل شفاف هذا السائل الشفاف مسؤول عن تغذية أجزاء العين الداخلية وله قيمة من الضغط ضغط العين الطبيعي يتراوح بين العشرة مليمتر زئبق إلى العشرين مليمتر زئبق إذا صار أوركان ارتفاع بهذا الضغط يؤدي إلى مرض اسمه غلوكوما أو بالعامية الماء الأسود وبالتالي ارتفاع هذا الضغط يؤدي إلى مرض خطير جدا قد يؤدي إلى العمى ألا وهو ارتفاع الضغط العين يؤدي إلى الضغط على العصب البصري وفي معنى ممكن بالصور إذا بنقدر نشرح على الصور كمان يعني ما بنقدر نشوف الصور هلأ؟ طبعا طبعا فضل معنا الصور نعم يعني هذه الصورة تمثل شكل العين بشكل مقطع للعين تمثل الشبكية والعصب البصري في آخر العين والعدثة والجزء الأمام من العين والقرنية الصورة الثانية إذا بتفرجين راح تبين أنه طريقة خروج السائل من العين هذا السائل ينتج من مشيمة العين نعم هذه الصورة مشيمة العين تنتج السائل الذي يقوم بتغذية أجزاء العين الداخلية يخرج من الجزء الخلفي من العين عبر بؤبء العين إلى الحجرة الأمامية ويتم تصريفه في زاوية العين في أقصى الصورة إلى اليسار هذه الصورة ممتازة الضغط العين إذا ارتفع ضغط العين عن قيمة 20 مليمتر زئبق يؤدي إلى ضغط على أجزاء العين الداخلية والضغط الأهم هو على رأس العصب البصري نحن نرى خلال العصب البصري من خلال تجمع الألياف هذا هو العصب البصري أول صورة هي الصورة الطبيعية للعصب وآخر صورة هي الصورة متأثرة بمرض الجلوكومو ضغط على العصب البصري يؤدي إلى فقدان أجزاء كبيرة من الألياف العصبية وبالتالي يؤدي إلى تضيق في الساحة البصرية للعين فبالتالي تنحسر الرؤية وعلى المراحل المتقدمة من المرض قد يؤدي هذا إلى العمى طيب دكتور نتحدث شوي عن الأعراض يعني كيف الشخص ممكن يعرف أنه فيه مصاب بضغط العين عادة معظم مرضى ضغط العين لا يعانون من أي أعراض ولكن يعاني أنه حصل هناك أنه ضعف بنظره أو تقللت الساحة البصرية ولكن بعض المرضى الذين يعانون من جلوكومو وارتفاع ضغط العين قد يعاني من ألم في العين أو صدع في المنطقة الرأس مصاحبة للعين المصابة وبعضهم قد يعاني حساسية حادة للضوء نعم دكتور فيه هناك أسباب محددة ورئيسية ومباشرة للإصابة بضغط العين عادة معظم الإصابات بمرض ارتفاع ضغط العين تأتي بدون سبب بعض الحالات يعزوها إلى حالات جينية موجودة الجين موجود عند الإنسان ينشط خلال أسنين العمر ويتقى حول إلى مرض وبعض الحالات مصاحبة وأريد أن أنبي بهذه النقطة خاصة استعمال قطرات الكورتزون أو مراهم الكورتزون حولين العين أو داخل العين لأنها تؤدي إلى ارتفاع ضغط العين بشكل كبير وما يؤدي إلى الضغط على العصب البصرة وبالتالي فقدان جزء كبير من النظر بعض حالات العمليات المتكررة للعين قد تؤدي لإصابة بهذا المرض وضربات العين الخطيرة مثل الجروح العميق للعين أو ضربة حادة قد تؤدي لإصابة بهذا المرض هناك نوعين مهمات من أمراض الجلوكومة أو ضغط العين في مكتسب وفي خلقي قد يولد الطفل معه مرض ضغط العين من اليوم الأول من عمره ويمتاز بقرنية كبيرة أو تكون لونها زرقاء أو بيضاء وبرضو هنا يحاجد الطفل إلى فحص كامل قبل طبيب العيون حتى يتم تشخيصه في مرحلة مبكرة حتى نحمي نظره في المستقبل تمام تمام طب دكتور بما أنه المرض ما فيش له عراض مباشرة أو ملاحظة هل يعني يفترض بكل شخص بأي يوم من الأيام يروح يفحص يعمل حتى تشكب عادي يفحص ضغط عينه أو لا؟ يعني نحن كأطباء ضغط عين خاصة نوصي بالتالي أنه أي مريض فوق الستين يجب أن يخضع لفحص ضغط العين أقلها مرتين في السنة مريض السكري يحرج أن يفحص ضغط العين لأن مرض السكري عادة يرافقه مرض ارتفاع ضغط العين أي حدا من أفراد العائلة الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أحد من أفراد العائلة يعاني من هذا المرض العامل الوراثي نسبته عالية جدا فننصح العائلة نفسها أن تفحص ضغط العين برضو مريض يقوم باستعمال الكورتزون بشكل يومي ومزمن أو مفرط يجب أن يفحص ضغط العين وأن لا ينتظر برضو أن مرضى المعينين مثل أطفال الذين يولدون بحساسية للضعو أو قرنية كبيرة يجب أن يتم فحص ضغط العين لهم نعم نعم يعني دكتور عفوا في أي عوامل أخرى يعني مؤثرة على ضغط العين مثل الأمراض أخرى ضعف البصر طول البصر قطرات مثلا معين ممكن استخدمها للشخص للتنظيف بشكل عام أو في بعض القطرات يستخدموها كل الأشخاص دائما بشكل يومي يعني بعض القطرات أهم شيء هي قطرات الكورتزون وبعض القطرات يمكن أنتوا كإعلاميين وفنيين بتستعملوها اللي هي بتخلي العين بيضة هاي جزء منها بتأدي إلى رفع ضغط العين وكان استعمالها مزمن وبشكل يومي قد تؤدي إلى الإصابة بالمرض كل الأنواع دكتور ولا في أنواع معينة معظم القطرات التي بتصف العين وبتخليها بيضة أو استعمال قطرات الكورتزين كلها ترفع ضغط العين ترفع ضغط العين طب نتحدث دكتور عن العلاجات كيف ممكن يتم علاج الناس المصابين بضغط العين ضغط العين له عدة طرق للعلاج أولا نبدأ مع القطرات الطبية التي يقوم بخفض كمية السائل بإنتاجه أو محاولة زيادة تصريف السائل أو بالليزر عندنا عدة أنواع من الليزر نقوم بزيادة تصريف السائل من العين الهدف منه كله أنه نقوم بخفض الضغط بشكل عام أو العمليات الجراحية إما بزراعة صمامات داخل العين لخفض ضغط العين أو أمل تصريف بين الحجرة الأمامية والحجرة وخارج العين ليقوم بتصريف السائل السؤال ممكن تسألين إياه برضو ممكن يكون كيف يتم تشخيص المرض تشخيص المرض يعتمد أول على العراض إذا كان المريض يعاني وهناك فحصان مهمان جدا ألا وهم قياس ضغط العين في العيادة الطبيب أو بجهاز خاص لقياس ضغط العين ثانيا هناك فحصين هو مساحة البصرية أو منسمي الفيجوال فيل أو القصورة مقطعية من الصور التشخيصية الحديثة لرأس العصب البصري طب شو المقصود بالمساحة البصرية؟ الساحة البصرية الساحة البصرية هي مدى رؤية الإنسان بكل العينين إلى الأمام يعني لو بدنا نشبه نعمل إيدنا هيك هذه الساحة البصرية لكل المنطقة الأمامي ساحة بصرية لكن أنا الخلف ما بشوفه طبعا إذا صار ينحي سار في الساحة البصرية هذا بيقدم جزء منه مرض لغلوكومة وارتفاع ضغط العين وقد يصل المرض إذا بنرجع لصورة المساحة البصرية للأربعة يتفرجين أنه كيف مع تدرج المرض وتطور المرض تتم انحسار الصورة للمريض جزءاً فجزءاً فجزءاً فبالتالي قد يضيق ويصير يمكن أن يصير أنه يتطلع كأنه يتطلع بتيوب أو تاني البس وتروح كل الصور الجانبية دكتور هل هناك أي خطر أثناء الفحص؟ يعني شو التكنيك أو المكنزم تبع فحص ضغط العين؟ يعني هل هو يخوف النسبة لأشخاص الذين يحبون أن يعملون هذا الفحص؟ فحص ضغط العين جزء روتيني من فحص طبيب العيون في عياده يعني سهل جداً قطر تخذير العين التي مستعملة في عيادة العيون وثم جهاز ضغط العين هناك عدة أجهزة نستعملها في قياس ضغط العين إما الجهاز الملامس مباشر بعرفش إذا منقدر نرجع للصور يمكن والله صحب دكتور أو منرجع يعني أو أنه بجهاز خاص بالهواء مقدر إنيس ضغط العين وبرضه منقدر إيسه في جهاز تاني لضغط العين زي القلم ممكن أن نلمس العين ونقيس ضغط العين وهي عملية سهلة المريض لا يشعر بأي شيء بعين ولا في أذى على العين أو كرمية العين بفضل طبعاً التخذير لأنها ستكون مخدرة العين يعني مخدرة مفعولها فقط عبارة عن ثواني أو دقائق فقط لقياس ضغط العين ولكن لا ألم ولا يعني ما فيش أي مشكلة دكتور معانا عن الساحة البصرية هذه الساحة البصرية إذا منشوف الصورة أول وحدة على الإسهار ممكن تكون هي اللي هي نوع الصورة الطبيعية للساحة البصرية الكاملة هذا جهاز ضغط العين بالعيادة إذا شفنا الصور الأولى منشوف إنحسار الرؤية كانت صافية كلها ثم صارت سوات ثم السوات زاد 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 حتى صار كأنبوب أو تيوب تطلع فيه تيوب تطلع فيه مش من الشيء السهل نعم دكتور ليش مع زيادة العمر بتزيد نسبة الإصابة في هذا المرض؟ زيادة العمر بزيد التغير بزاوية العين فبالتالي بيقل تصريف السائل داخل العين فبالتالي العين تنتج هذا السائل لكنه ما بتصرف بطريقة صحية كاملة فبالتالي برتفع ضغط العين برضو العامل الجيني هناك دراسات تتحدثkan أن العامل الجيني ممكن ينشط أكتر مع العمر فبالتالي برتفع ضغط العين برضو نحب ننبه أن مرضى برضو قصر النظر هم معرضين أكتر من مرضى طول النظر لارتفاع ضغط العين وكلهم ممكن يصاب بالمرض لكن فيه جزء أكثر من جزء آخر طب ليه شمعنا قصر النظر يعني ليه إيش الإشي اللي عندهم يا الدراسات معظمها أثبتت أنه فيه علاقة كبيرة بين قصر النظر وذوي البشرة السمراء أنه هذا العرض أكثر لإصابة بمرض غلوكومة أو ارتفاع ضغط العين طب دكتور هل فيه أشياء ممكن الإنسان يعني يعملها عشان يتجنب أنه يصاب بمرض ضغط العين إذا ما كانش طبعا وراث فيه إحنا عم نحكي إذا ما كان فيه وراثي زي ما حكينا إذا كان فيه حدا من العيلة لابد أن يفحص إذا كان عنده سكري أو فوق الستين لازم أن يفحص أقلها مرتين بالسنة ضغط العين إذا كان بيستعمل قطرات كورتيزون يجب أن يفحص تعرض لعدة عمليات للعيون يجب أن يفحص ضغط العين حتى لو طبيبي العيون ما فحصلوا لازم يعني يطلب أن ينفحص له ضغط العين برضو بهمنا جدا أنه المرضى اللي سوى عمليات ليزيك وعمليات ليزر وتصحيح بصر أنه برضو يكون يتشيك على ضغط عينهم ليش؟ لأنه هاي العمليات تصحيح البصر بتأثر على القرنية فبالتالي يجب هذا المريض أن ينبه طبيبي العيون أي طبيبي العيون براجعه أنا قمت بإجراء عمليات تصحيح بصر حتى يقوم قياس ضغط العين إذا ويتأكد قياس ضغط العين عالي أو واطي هو أساسا يعني ممكن أنه المريض اللي عمل هاي العمليات الليزيك أو الليزر كل أدي المفروض أنه يراجع طبيبه في منهم بعملوا عملية وخلاص يمكن بعد سنين ما بيدخلوا عند الدكتور هو الطبيعي أدي لازم يروح يعني هاي موضوع التاني عمليات تصحيح البصر لا لا أنا بعرف بس عشان ضغط العين يعني عشان أنت قلت لازم يعملوا فحص على ضغط العين يقل شي شهرين ثلاثة كل شهرين مفروض يراجع وبعدين بعد ست شهور أو بعدين على السنة يرد يفحص يقيم القرنية ويقيم في حصول النظر نعم دكتور الأشخاص اللي عندهم قصر نظر أو طول النظر ولكن ما بيستخدموا النظرات الطبية ولا العدسات اللاسقة هل يؤثر هذا الشيء؟ لا لا يؤثر استعمال النظرات أو عدسات أنه يحميه من المنظر أو لا يحميه لا يؤثر من المرض نفسه كضغط العين تمام تمام يعني دكتور الرسالة في النهاية أو نصائح بتحب توجهها عن هذا الموضوع؟ يعني الموضوع مهم جدا ومنحاول نقوم بحملة إن شاء الله وطنية لتوعية الناس بهذا المرض لأنه مرض فيه شوية جهل فيه بالمجتمع مرض خطير جدا يؤدي إلى العمى وإذا ما تم اكتشافه مبكرا نصر مراحل متقدمة من المرض فالهدف تعنا حاليا أن نقوم بكشف المرض مبكرا حتى نقوم بالعلاج مبكرا من حلال المحاضرات والتوعيات ومن خلال محطتكم الكريمة ومن خلال التلفزيونات والإذاعات وإن شاء الله نقوم بحملة تقريبا إن شاء الله لتوعية المواطنين والشركات والجامعات عن هذا المرض لأن هذا المرض قد يصيب من الطفل إلى الشائب فبالتالي إحنا بحاجة أن نوعي حتى نحمي عيون الناس إن شاء الله من اتفاع ضغط العين وهذا المرض الخطير إن شاء الله نتشكرك دكتور سالم أبو الغنم على وجودك معنا وعلى أيضا توعيتك للناس عن هذا المرض اللي أنت بتعتبره أنه خطير شكرا لوجودك معنا الله خليك شكرا لكم شكرا لقناة رؤيا شكرا للجميع موسيقى 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 موسيقى